أكدت مصادر أمنية بولاية مدنين اليوم أنه تم إيقاف شخص له علاقة بالأحداث الأخيرة في منطقة دعلي بن عون من ولاية سيدي بوزيد وأفاد ذات المصادر أنه تم التفطن لهالشخص في آخر نقطة تفتيش في المعبر الحدود يراس جدير وتعامد هالشخص استعمال جواز سفر ليبي مزور لعبور الحدود في اتجاه ليبيا وحاول أحد المواطنين مساندته لكنه تم التفطن لهم وإيقافهم ومازالت التحقيقات معهم متواصلة